انا سوف يطلع لي الدم و نطليهم بجوج و قلت لنا بغي تغنفهم و ليس مزوجة بهذه الانسانة و ماذا ستعطني اشتقار و ماذا ستبعد ليا صير اختي لك ان عندك شي دار او دوار صيري قابلي و أعطني اشتقار يكبعد هنا في نخليناها الجميلة الديالي كيف ما وعدتكم هنا ارجعت معكم في الجزء الثاني دي القصة ديالنا ولي يلا ادخل و شاف الجزء الثاني مباشرة كم قولي الجزء الاول غير قررها بالدياله في اول تعليق بشي يفهم القصة مزيان و يعرف ما هو واقع ضروري يشوفوه اما بالنسبة لبنات اللي شافوا الجزء الاول و دبهم تحمسين بشي يعرفوا هاد القصة بشل بسالات و اشنو غي يوقع فيها كم قوليكم شو الدوب لايسكم و ربطوا الاحزيمة مزيان هاداك شي اللي غتسمعوا دابة بزافة لبنات حرب نصى على حق و طريقه و انت هلا كتهضر على الطلامط و كتهضر على الدار و التاويل شي حالة كيفاش دايره و سور يشوفوه احوه يجاكي موسخين و دبهم اي انا يا حاشاك و لايحييك و لايحييك و لايحييك و يوصلي ديك الرجلي كنتو ما فيش كتلقوهم ابنة الناس كتبغوا تتكارفسو عليهم السيدة بقى لاعر شوية و تتخافوا و قدت لي اشنو كالتي كأنه و تتخافوا و قبلällt البراج المرداش و لايحظوا الحال و بقيت بقيت حقل على رائحه و انا اضعوا اوضاتك حقار والسيد كان يضربتني و اضطر الجوة لي لقد قمتني و قمت عليه و خمشتها بقام صباق فقمت بقم اللشهة عن المصور و قمت بالمصور اضبقني و قمت بتصربه و اضبيه و اضبقه والسياد يسلم من قبل. الان ترى الى وقاتي يابنيتي الله على ظهر عندك واستمر عليها الكافر بالله. واسمي بيك يابنع لي احد شي. يقوم بحاجة أحد المرات يتحدث ويقوم بحاجة ويقوم بمرجل بشكل عادي ويقوم بمجرد أن السيد لا يتحدثوا بشخصية ومع المثال سوف نعود لكم حتى نعود لكم 0.5 سنة لديكم دبا غير لقاطات اما هذا الشيء اللي كنت تقديل لي هذيك السيدة را ما تتخيلش على البال المهم وصلت الامور عند البوليس كانوا عيطوا لي السيد شدتوا القفقافة جا عندي كي يطلبوا كي يزاوقوا كي يبكي عو تاني وانا كان بغيك ما انا كان بغيك وانتي يا عمري وانتي يا حياتي قاها رجلية باتهم اليوم شا عند بابا ماما ومبس لها راسها ويقول لها العارة الحاجة لموقفي معا يوم شا عند رجلات اخواتي يتلفيهم ويزاوق ودخلوا عو تاني الناس ووجد هذيك الخالة وقعت لنا عافكم دخلوا وسمحوا لينا وشا هذيك والدها وحتها هو الدخل وقالينا نعلو الشيطان ومنعلو الشيطان حتى يقول لي يا حتى انتي زعماها وعلى هذية من المشاكل ومميها كرم عصباء وانتي مولا يدخلوا الناس قد يدخلوا الناس والما بأي الخالج رجاجي ودكي وعلى عمي مشاكلون ميزلت أقلقي وانتي لا يطلبتي وانتي دمة تسمك فيه عادي صبري قاها إلي ملعنى حتى يرى أكبر تاني وانتي الهدر قللت أباح الخالج للداري الراجل وثقال تشيامات وشد معي الطريق اما بالنسبة لتوشويش هذا الشيء ضروري ما يمكنش راجلي ما يتوشو شوويه انا كنقول يضب الرأس وشغلو هذا سافي قلت لي شوف انا الحاجة اللي ندير معاك هي انا مزعطيني الكلمة حسست مشي علاق خاطرك تشاورتوياها وهذاك ساعد سيجي وعطيها ليا ميم سافي بقينا دس واحد الفترة كان جلعيت صغير جلعيت صغير قليين مشيوا عندها نعيدوا معاها وتصالحينتوياها ما تصالحينتوياها انا في الاول ما بغيتش ولكن هو بقى يطلب وما قد ينعلي الشيطان وهو كان دوب معا ماما وقال لها افكت البيهانية هزيت راسي ومشيت عندها وكنا تلاقينا مجموعين دوست معها العيد وصيدة محاملاش راسها مهم دوزنات قريبا غير واحد اليومين ورجعت انا والراجل وطبعا كيف رجعت بقاتي اياك اتعيض ومرتك دارت ومرتك فعلات ومرتك تركات وكل شوية كي يقولي قريبا وفعلت كي تركت له وليس لا نريد من المشي وشبعت اياها وبدأك اقول يا صافي اللارة ما بقى الغاز فترة انا لم أعدها وها لم تتتتتتتترى ووالراجلي نقوله لم تتتتتتت لها وما تتتتتها وما تتتتتتوى معها علاقة مع والدها كانت مزيانة علاقة مع ابنتها كانت عادية مزيانة ومشي خيبة علاقة مع لوصي خيبة لوسي كانت تربيتها و تؤثر عليها بلا قياس و لوسي لم يكن أعرف عليها أي شيء داخل تقرأ سمزوز شواء و تخيتي و هي مرة أعيش معها الحياة الموهية المرتاحة المهم بقينا هاكاك جينا صافي بقينا أناك في مكتلكم كل أحد كانت جيدنا هاداك ولدها اللي لا علاقة معها واحد العقلي اخر ومسكين في مكي جي دائما يجيش بيدي خاوية دائما جي يدي مع مرة و فيما يجي بقي يدوين مع رجلي و يقول يتهلف مرة و دائما يحاول انه يدخل بخيطة بيض سوف تذهب و سوف تذهب إلى العيد الكبير ايو العيد الكبير يا للا جاء عندي الراجل و قال لي سوف نعيده مع مي حتى يقول لها غير مي قلت لها أخي سوف نعيده مع هاداك سوف نحاولي ديانه و نتخيله ستيدا فاش مشيس عندها القيتة ما زال ما بدأتش تخمل هذا الغريب خالف و نريد إليه nhất سوف نخيلها مع حمل عادت تبقى والترجال عنا صحيح مع ميت و قلت لها انظه ميت دائما مات نحاول شفضان كان بالكمل عقد و بدأت الص sustained نجني عنده و سوف يم Bernie لا نجني 핥 الساقل غاوت خليني انا وفلانا نغسل الدوارات بقصد دوارات لنا قام بسارة وصغر أحبطت لديه الشحيئ الأولى لم تتعلم عن مرة أمي سأجبت لديها في عدة الدوارات أترسى لديها وقت موشفة وأنترسى الذي امجبها وقرأت لهم لحقا سأجبت إليها سأجبت إليها سأجب عليها لقد اغلقتنا لدخلي وكيف يختلف المزاركي يحترون لدخلية الكزينه وكنت اتعجبها اهلا وكيف سأ headphone كيف سأمщل المزاركي اما السيدة قمتا هل نحن أسمعه تتعجبني ايش لا اقترقي لكي أuredني حرميات ايها الجراج الثاني والسبان والمعيار والمضاربة هزت رأسي هذه الساعة و أريد أن نخرج من الدار سوف نبقى تمشينا الكبضة المهم أن نخرج جراج خالته و يخاصم عليها و مالكم على هذه الحالة و مالكم على هذه العيد و سيدة صغفانة أتبعني أمي تخارجة الله يهديك أختي و أين سألقين مركوب دابة؟ و قلت لهم أنني لم أبقيت سألقين هنا سألقين في حالتي هذا هو أولد لوسي الذي كان يأتي عندي و كانت علاقتي معه مزيانة و كانت أدري الله يعمرها و كانت أصبب الحوجات و كانت أصبب معه مزيانة و كانت أصببت معه بطبوطات و كانت أدخل في خطويض و كانت أدري الله يعمرها المهم أنه يحب سيدة حتى توصلها إلى المحطة و لا تتفارق عليها حتى تتركبها حتى تتركب الموضوع سألقين و كانت أصببت معي بال spray ساتذك منذ ذاتك اتبقى معالي بالك PUMP الامر لا فيه اتبقى وعيد ومع être هذا المهم و هو يهزني و هو بيديه حتى لدارنا حط ناعد كنا نرجع مهم انا خيره معمرني نساه كيف وصلت له مساج و قلت له شكرا لها اختي يقول لي بالعكس بلا جميل الدنيا هانيا الموضوع تستمى ما بينه ما بينه ارى لكم الراجل كيف عادته داجت هذك ثلثيام مع خالته وهو يتفكرني بدأ كثفت لي على مساج و قالو كبدا ديالي وتوحشك و سبحيني و انا ما عرف شنو كي وقع لي ولا انتي عارفو هذك يا نقطة الدعفي و انتي تقجر علي و انتي تقجر علي اكل و شوف اولد الناس ما عندي معك لا دار لا دوار لا ولاد لا والو اعطيني اتقار الله يجعل البركة كمية المدارب من الدياربت في هذا اليومين ما عمرني اتقار في حياتي اخو اخو يعطيني اتقار ايو بدأ كي يطلبك يزاوغوا الهار و انا كان بغيك و ما تخليني شو بغتيني نموت بدأ كي يسافتي على العائلة و دوئ معي اخته من هنا و دوئ معي هذا كولدخالت كان عزيز عليا و كنت اتقار بكلامه لان السيد كيف مكليكم كان متاقي الله و درويش والله يعمرها دار و ما عمرني و سلت معي شي حاجه يلعب ولا اخسر لي الخطر او شي حاجه ادواء معي ادواء معي راجل خالتو نعلي الشيطان منعي الشيطان مشا كي يطلب رجالات اخواتاتي مشا في مكان تمشي بلاصة يمشي يطلبها العار انا بغي مرتي العار انا كان حماق على مرتي ادواء مرتي و يجمي تحلي و يدخل و تبقى و تجمي و يدخل و يطلب فيه يطلب فيه في هذه المدة كانت فمي كلمة واحدة و هي تطلق يجعل براكة براكة لي لا يوجد قادة يقول يا صافي هادي هي اللخرة كنت قلت لي هادي هي اللخرة وشانا يبقى خطبطي عند دارنا والله يجعل براكة قال يا شوفي اريلا عودت هاد المرة ما تدويش معايا هادي هي اللخرة مرة اخرى ثافي نيشا للمحكامة قلت له نيشا للمحكامة قلت له باسم الله الزيت راسي ومشيت عود ثاني معاه المهم كيف العادة الحب والغارة مدوزنا واحد اليومين من بعد الحياة طبيعية اللخرة لا يظهر معه منSpeed والحالة في الدار ولكن اعرفه انه يحضر معها في الطموبيل ولكن أحضر معها في الخدمة انه لا يوجد مساوقة بعد ان الان اصبح ده حدود وحشيته خالتك في السيقار وانا في السيقار هادك ولدها في الاول ما يظهر من انهر لا يوجد لديك بي حالاقة كيف حالا قالت او السيقار وما هل يوجد لم تحضر عادة مهم درنيه في حراختك واساسيتك انك انت تشاهد معي بسدع سافيه هاديك بقينه هاكا كده ستقريبا وحد شلي خمس شهور شهور عنده سمودة ارى لكم السيدة عو تاني بداتك تحفر لي فراسو احقى عش موردتوش واحقى هاديك را عاقرة واش انت ترئيمتا غا تبقى سنة واش انت ما غاديش تولد واش انت هادي واش انت هادي عمر عتليه راسو مزيان شا عندي سيد وقال لي يا خاسك سمشي لطباب تشوفي شنو كاين قلت له سيدي مرحبا هزني ومشيت اناويا قلت له عن طبيب قلبني قل لي ما عندك حتى شي حاجه وكان قل راجلي انه واحده هو خسو يدوز وخسو يدر التحاليل حتى انا كنت در التحاليل راجلي قل لي هو اخا فاش مشينا في حالاتنا كان قل راجل سير در التحاليل يقول لي يا اخا بلاتي ان شاء الله انها السيمنة الجاية حقا قدراني عنده امتيحانات حقا عندي تصحيح مهم بقى مجرجرني انا ما كانش عندي مشكلة وقد كان قل فيها خير انا ما كانش كنسبع الحاجة بالسف لي جات مرحبا ولي ما جاتش لاني ما عنديش فيها مهمية هذيك غدي نبقاو حتى النهار اللي غدي نكتشف ان هذيك خالته كتقول لي تزوج على مرة تكرهها عاقرة ودبرت لي على البنت وبسفت عليه تصور ايه وقتكم فشفت هذك الشي ولي تقول لي كان غزل ولي زط عني عند الراجل كي حط حدايا راسو وعادي وما كان حتى شي مشكل شحر ما مرة حاولت نطلق له وكان قل له واش كين شي مشكل سير شوف الطبيب هذك يقول يلا وانا كان بغيك وانا كان تستعليك المهم بقينا هكا حتى النهار اللي عو تاني غنهز التليفون ديالو بالليل حين ديك ساعة كون تحت على الكود ديالو هذي التليفون ديالو بالليل جيت كان قلب وهو يقول لي ها صافي رغدا غنجي في العشية غير دوي مع البنت انا فسمعت تلك رغدا غنجي دوي في العشية دوي مع البنت صافي فهمت الفيلم وعرفت ان خالته غنجي بالبنت باش يشوفها ويتلقى معها صافي السيد بغي يتزوج بالتانية انا فشفت هذك المنظر تسضمت ما عرفت باش تبليت مهم مدويت ما تكلمت السيد لغنجي نظم عصبا عادي مشال الخدمة قلت له معاش غنجي قلينتي عارفاني ما كان جي حتى اللي حين تكون عنده من المورا الخدمات السوية الراجل ما كانشوفوش نهار كامل قلت المهم هو مشاق مع الصباح انا البنت اللي بتاديك الساعة هزئت الفلوس هزئ التليفون دياللي شنطيت طريقني ويدل اقفت ناخي لتوقع لي مهم طلاح ut loud أو حد اكتب غلث من الجنه وكانت صنعس لي عفطي المهم طلع انا حين تكونت غالثة من الصباح ما بنشي لليل بنت قلت لا ت هناك جاهز فعل ان بقيت غالثة واحد شويه فعلت كبت غالثة واحد شويه حتى قاوني بقي كثير وقت انا من بعيد لم أبيضها ولكن فجأت قربت ودس من حدايا هي ما كتعرفنيش فما ما اردتش لي يلبها هي البنت اللي شفت طوائرتها مشونيشان احتدقوا على الدار ديالهم حلوا ليهم طلعوا الناس ايوه انا تماش علات فيها العافية وكن قول اويلي اشهد لعجبوش البنت اللي خصوم مشي ويخطبوها ولا البنت اللي وليس كتجي عند الدار الولد المهم قلت مدلولة جاية عند اللي غديتتكرفص عليها ندير انا الاجر ديالي ومشي في حالي اقويبت روابتستل عاليا ومشيت عليهم نيشان حاش اقتلت عليه المزان و TH whose u fig is was dua vehement و صنيت عليها وك platت وبعدها وكانت قلت بت رفاقة الصحيحة وال supحي WAS someplace في القمر و قال لي نحوجيت ذهب consistent لنب vlogت tenha among them like this show to watch activity assistirляются لت عن هذه الأع pim wish it to accept me احذرت على الصحر physical Beast و كانت اقتربا مع المزانية و الطعوب تص بالتهاب استرنت اختبطت بالخvolt كنت بالحركة ومحركات على الباب ومحررت في حالتي ومحررت ومشيت ودقيت الباب وحتى لي شغلت في حالة فلا اظنوش اني انا وقالوا اكيد شخصي هناك في البطاة جاءت بنت خالط راجلي وحلت الباب وفجيت ندخل كالقناس في الصالون خانس الحفظة وقالت لك اللب واحد السروال يلتب واحد القوي ميجا ومتع أبطة من الفوق تقول لي ما نعرف أنه من م将جل و هذه البنت قلت أدامها لأيها و اذا اهلا يباف الباج و ادعين ادعين في باج و اقف و اوه و اوه و اوه و اوه و احش معنا انا كنت ارى هذا المنظر رأيت ان في داخل كنت تحرق لا نقدر ليكم هذا الرجل اللي بغيته و لم يديه و اسمعه اليومين و ادعين و اشرا و ادعين معها العدب الالي و خالص و اخفصاتني بالقياس و لكن لا اريد ان يخدموه لم يكن احسي براسي و اصدقى سلام و سلام على رسول الله وبدأت كنكمل في السلاسة عن بي وضربته لي بوحد الزغيرة السنكساك الراجل ناض و جاي عندي وكي قولي مكديري هنا يا شفت في البنت نيشان وكتلت الشي هذا هو اكبر وطل الحرام في الدنيا وانا غادي نطلقه وانت ربطت زوجي بيه والله يكمل عليك غير غا نقول لك نصيحة واحدة ما تزوجي بيه حتى تموت هاد الكافرة شي لا ماتت غير تزوجي إلا بقت حيا كوني مأكدة ان واحد نهار غادي تطلقي ونجيك ما ناخر شيات خينا رو الله ما كيولد وانا معي قراش وقدر دمت مع الدروش شابعني وبلاتي وفينك ما فينك شفت فيه وشباقي انت عندك الوجه للدوم هيا قل يلا انا رماجيش قل لي انتي فهمتي غالك هذيك غير صاحبة بنت خالتي وانا رماجيش نخطب قلت له حلف لك ما كنت حيب لك نلعت على ودنيا قلت رشحال هذي شفت المساجات اللي ما بينك وما بين خالتك ودابا جيتي قل يلا انا جيت غندي لها خطرها وانا كنت معاون قل لي هلا قل لي شوف قل لي هلا قل لي ها اه قل ليها ما نعرف شغلك هذك اول الناس انا اللي بنت نسالة وهذا المرة بلا ما تجي طلب بلا ما تزوجوا اخر مرة تتفقنا ان اول مشكل غادي ترى انطلقوا في المحكامة فعلا هذيك شي لي كان هذي المرة ما عطلتوش وكنت ناوية مشيت لداريني شان غزيت دهيب ديالي غزيت الفليسة ديالي مهمة دك شي لي كي خسني انا جمعت حويجاتي شديد الطريق عند ماما كيف دخلت عندك ترى انطلقوا يا ماما هذي المرة هي الاخرى ما تقول لي يسيري معاه ما تقول لي حتى شي حاجة راجلي الله يجعل براكة قنعت وشبعت منه مهمتي عني قاتني وقال لي الله يا ابنتي الله ما عندك ظهر عطلت على خواتاتي الجاو عطلت لهم دك شي بالتفاصيل خواتاتي تصدمو وقاروية اولي وش هادوا تستاوكت ل أمهم هاد شي لي قسم الله سالeri ليكم السيد كي في العادة جاي بدك يطلب حتى الآن اقول لي أحقاذ ان guardians وغلط أنا قالت وهذا ما رسمي حتى واقتhar لالله بالفعل أنهم يحبด شي لكن ضرر seek الابنت ؟ ؟ ؟ . يا ، يلام الطبيب لأنني كنت أتوقف في الأمور والطلاق كان كل شيء يعيط لي ومنهم راجلي ومنهم هذا كولد خالته هذا كولد خالته لي علاقتي مع عارك كما في الحدود لم يكن أتوقف بناتنا بسالة أو ضحك أو لا غير ذلك الساعة كان يقولين على الشيطان من على الشيطان في الوقت للأمور وصلت المحكامة وعرفني أنني زعم مصافي وقالت لك يقوليني إذا احتجت شيء حاجة عايت لأني في حل خوك وراز عمام بيناتنا شق ليل وعمرني منسى الخير ديالك وكتبت تصبني لي حويجي ومهل لي فيها ومهل لي فيها ومهدي هي الهضران لبيناتنا أرى لكم الراجل كان بغيت استوح مع قادة الوقت بشير جاني هو يمكن كان يبغيني ولكن كانت خالتم تسلطة عليه بالساف المهم بدك يطلب عافك رجعي ما رجعي قلت له انا ارجعه ولي ما ارجعش عيت قلت له انا معاك شرفت الله يجعل البراكة تفارقت معاه سافي خرجت لي الورقات ديال الطلاقي بديت كنقلب على الخدمة مهم فادك المدة هادك ولد خالته مرة مرة كنكسفت لي هديك بروك العيد جمعة مباركة مهم كنكسفت لي ذلك العيبات لكسفتهم للناس كاملين وانا كنكسفتها لي كن نردها لي اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا حتى الوحد النهار سيعيت لي وقال يقول لي يا شوفي انا يا راه عرفتي قلت سبب وحدي وبغيت شي مراد لدي لي الميناج واش كتعرفي شي وحده ثيقة تيركي عارفة انا يا ختمتي ما ختمتي ورد برسي ديالي وانا ما عندي منجمع قلت له ان شاء الله يكون خيرا انا عن شوفلك وباش ما كان نرد عليك فعلا كنت دويس مع ماما صفتت له واحد استيدا كتتعرفها من بعد المرات كتتلقى معها في الميناج وكانت مرة درويشة ولا قد الحال وزيما من ناحية الامان ما تهزلكت شي درهم مهم عطيتها النمرة ديالو نعيت لي هدار مشات عنده السيدة فاش مشات السيدة وجات عيت لي وقالي شكرا تبارك الله عليها غزالة مغزالة المهم داس واحد الفترة عاوتاني كان دخل عندي واحد نهار السلام كديرا لبس عليك اما اندراش نو درتي خدمتي ما خدمتيش قلت له رابقي كان ديباني كل مره فاش كان نخدم قلية شوفي انا راه واحد صاحبي راه دويس معه عليك غير صفت لي السيفة وان شاء الله يكون خير قلت له واخا صفت له السيفة ديالي قس قريبا واحد العشرية معي طليا قلية كاي حادا الصاحبification ا проход في присداني وكقة ما حادي ما هناك فترة عمل ترونسبورن وينجام يحمي fighters ع Одسالة نعادوني اخضر وانا مدّد ولكن العدث قليق ابريت لي احد اخطار الخدماء اخرى قلت له واخق صيفات لي او ثاني سيفيد يالي عيته عليا مشيت هاد المرة الحمد وإله كانت الأمور داس مزيان واتقبلت من هنا ما بقي نزع ما كانت عيته مرة في العام ولها كمرة مرة كعيت لي كديرها لبسع لي كديرها مع صحيح هذا كش دي الصداقة ثمانكم عارفين الصداقة في المغرب ما كتطولش دوزنا واحد لمدة في واحد نهار ويقول لي انا بقيت نتقدشي فراش ما نتقدشي فراش حفاك يلاجس على خاطرك خرجي معايا وما كان فهمش في هذا الشيء انا في الوجهتني فشكل وكنت فاهمة الفيلم ولكن در تراسي ما فاهماش قلت له واخا مهم هزيت راسي خرج شنوية خذها هذا الشيء اللي يبغى عاونته سافي مشيت في حالاتي من مراعوة انا عيط لي او منظرها شنوباليك نخرجون ونقلصون ما عندي اصحاب وانا هادي وانا هادي وانا هادي وانا هادي وانا كونت خرجي ما مبقاكي عادي على دكراج لي اللون ما عنديش معاه بثاف وهذا مهنا ومالهي قلت له واخا اخرش معاه ارى لي كل السيد مبقى شكي عايت لي غير مرة في السمالة ولا مرة في 15 يوم تقريبا ولينا كنهضره يوميا كنكي عاود لي على ختمته على مشاكله في هذه الفترة كنت عنده تعالقات وكنكي عاود لي عليهم وكنت كان مصحوك كنقوله شوف دير هادي ودير هادي واكي يقول لي وانتي يا ما عندك زي ما انت شي واحد في حياتك كنقول له هاتك ودخالتكم مكرهوني في الرجال ما بقيتش بقاكي عادي زوج كي يقول يلا ويلي بتي الف واحد يتمنىك ده ها بتلقي والد الناس اللي يقدراك ولي يبغيك ولي يدلك ولي يفعلك كنقول له شوف انا صافي شبعت وقنعت وصمت على الزواج الله يجعل بركة دوست اكبر تجربة ثاشلة في الحياة ورا صافي ما بقيتش نهائيا كنفكر في الزواج المهم كنت قطعت عليه صافي وبقينا كنهضره كنعود له انا لحياتي وكي عاود لي لحياته العلاقة كان زعمة صادقة زعمة زعمة انا ما اكدمش اليكم بديت كنحس براسي كي عجبني نهضر معاه ما اقلش نقول لكم كان بغير كي عجبني نهضر معاه وحتى هو كن كي عجبوه هضر معايا لدرجة انا بعض المرات كي يكون كي هضر معا هذيك البنت اللي كان معاها فاديك الوقت وكيقول لا انا ناع انا غنعش وكيكمل معايا انا الهضره وفاش كنقول وشنو قلتي لا كيقولي يا دكره سوقها خاوي انا كانت فقط اضلية غير في الخاويات وانا كي عجبني نهضر معاه وانا ما ارتحت لها دوز وحد الفترة كان سفي تفارق معاها مهم بقينا تخيلوا من كنا كان هضروا شوية حتى ولينا كان سهروا بساعة بساعتين حتى وليت كم كان هضر معاه حتى الربعة ديال الصباح بعد المرات الخمسة ديال الصباح او كان قلية نحن لديك ويقول او او شو بجوجه ومهمت كمنا كان اصداقه حاشاكم اوه حاشاكم اوه حاشاكم اوه انا كنت اقول مع راسي ولي مستحيل وانا موطلقتني منولد خطاق اوه تزوجني بولدازة لانا ما اصلا مكينش في الدماغ وماما كان ديما كانت كنت تفارقه على سيد كان قلية ما بينو وبينوو قالو وقد قلت لها أنت لا أتخذ على المشاكل وقد قلت لها ماما لا أخفى ما كان يتبقى المهم بينما دائما وعندما أنت طلبت حتى اليوم سيقول لها أنت تجد أعجتني عادة لكنه يأتي أمشي ومعها وفي العادة أكثر فاكترنا وطلقنا واضحك ويطلقنا وضحك ومتنمّر و أكبر أكبر متنمرة و يمكنك تخلص مفضلة و الضحك و التريقي المهم عادي و الدين من يجب أن يتعلم معك أحد الأزمة و يكون أحد الأزمة و كنت أجدت معه و أحد درجة لن تتخيله و كنت أتقدم معه في كل شيء و كنت أعودهم لي و كان يتعاود لي و كما يتعاود لي أي شيء في حياته يتعاود لي أرى ليكم في اليوم سيد سيبقى يدخل و يخرج في الهضرة حتى في واحد اللحظة يشوفي و يقول لي كان بغيك أعطونا في اسم عسيزك كان بغيك حسيت بالدنيا دارت فيها أنا كنت حساها قبل المرة كتميز و كتعرف الواحد اللي كي يكون بغيها و ذلك شيء أنا كنت حساها ولكن ما همرني ما كنت ديره في بالي أنه يقدر يجي هذا النهار بالنسبة لي كانت شي شيء مستبعدة جدا أنا مدرس معه ما تكلمت حضرت رأسي و تميت غادع ابقى تابعني و بلاتي و هذا و شوفي أنا عارف راسياتي اللي كنت نقول فيه رمك يتقالش و غير سمح لي و ديري في حالة ما واقحت شيء ما درتش عنده أول تاكسي قدامي شديت و مشيت لدارنا المهم وصلت السيد الدكعي يطلي عبل مورا عبل 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 أنا تليفو شد في الدينة و لكن ما قدرش نجاوبه ما قدرش نجاوبه المهم بقلت قلسه هكاك كان شوف تليفون كل يكن قف قف ثانثة ايو السيد فاش مجاوبتوش بداع لي بلا مساج لا مساج لا مساج لا مساج لا مساج لا مساج لا مساج مهم انا يا مكان قرامة و حتى التليفون ديالي و تسكيس ماما كل جوية تقولي شن واقع شن كاين اصلا ماما في ذلك الوقت كانت فيما كتحصى اني كنهضر مع مكاشباش و كتقولي شينتية تقالب لي على شيء دراما تفرق لي على هذا خينا و الشي ما كفاء تجريك شي دراما و الشي ما عندك نفس الشي انتية تقالبي على المشاكل المهم هي هذيك ما جاوبتوش هذك النهار الغد اللي مجدت الخدمة تتقلبين واحد حد اليومين كان نهار التاني ميت نهار التاني انا خارجة من الخدمة قلت شدني و قلت شوفي انا يا قلت لك هذك شي لف قلبي و لو ما كنتش موافقة ما عنديش المشكيه انا اهم حاجة بنسبة لي هي الصداقة التي تجمعني ما بيني وما بينك المهم دوزنا هذك الهضراء اه انا انا يما في الول ما كنتش متقبلها و جاتني في شكل و خاكت لكم كنت عارفة ولكن ما قدرش الاناني نتقبلها سافي كنا قاطعين واحد المدة سيد مرة مرة كسفت لي على معساج سمحي لي ما كانش كي سحب لي انا هذك شي راب فوق من جديد زي ما قلتوليك بقينا 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 حتى رجعنا ورجعنا على اساس ان الموضوع قد يتسد ونرجعوه زي ما اصدقاء كيفما كنا و لكنها حاجة ما رجعت كيفما كانت دازت واحد الفترة صغيرة حتى رأسنا بجوجبينة ما قدرش تتحكموا في مشاعر دينا انا ماما شوفوا انا رأي كيفما كنت لكم في الول ما كنتش ماشي وحدة لضريفة لا كنت قبيحة و شرانية و زي ما مالك بخبيصة بخبيصة البنات لا نستطيع الحياة لا تتخفض على الوضع على ايكم شيئا سوف نرد الصرف و مالي هو فقط كيف احسيت فقط الحلقة في الول ما بدأت معظم مانت الرحب كانت احسابة انا صغيرة احاول انها الداشت المهم بأننا رأسنا كانت بعض بدياتنا في الأول كنا نمتعين بالموضوع و هذا الشخص لمدة قليلة سوف يكون هناك علاقة و يسكن بغييني و هذا حسنا نهار قلت للمشاهدة لا يمكننا التفارق قلت للمشاهدة و أنت عارف أمك مستحيل تقبل و أنا كس مجو جبول قلت للمشاهدة في هذا الشيء كامل أنا كتهمين أنت يكفي أنك تقول لي موافقة للمشاهدة للمشاهدة عليك لأقدر قلت لأنا ما بقيتش قدة على هذه المشاكل و ما بقيتش قدة على صداعات أنا متأكدة أن أمك منهار اللي غادي تعرف أنني تزوش بك و لابين وبينك شعاقة سوف تنوى الدنيا و سوف تزولك هي رضاية الساخت و تطلقها و في الأخرى سوف تسممت القجج المرات و هذا ما غير تضحك عليها قل يا شوفي قل يا أنا كان حلف لك و كان حلف حلفة راشل أمرني أن تفرق عليك ولا تكون محاجات اللي منّي تفرق عليك أمي بغى تقبل الموضوع مرحبة لا أوقف عليك لا استطيع الطريق لا تقدر بما أدخل ни حرامه ولا لدي роль عيب ابنت ن conseguir对 fahren لأمي مرى قلت لكية ليه شكو ثانية عمرني أذكرت لك و أنا وماما ن نريد حدث و أدخلت لكم الآن لأحيbs أما وأمرني لا تrebitional sure قال لي يا وصافي قال لي انا كان وعدك واللي بغيت عندي رامعك وهذه 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 مهم السيد ما بلية فيها غير الخير ومن النهار اللي تعرفت عليه دائما واقف معي وهو اللي لقيته في هذه الفترة الصراح المهم هي هديك انشيت وفتحت ماما ماما ماشي غنقول لكم ندبات ترى ما نقول لكم دارت تلك النهار بدت كتجدب كتوية الشينتية اراه كتقلبي على المشاكيل واشنطي تسطيتي واشنطي هادي واشنطي هادي انا كلمة واحدة لفمي انا ماما باغى وانا عافة انا مصلاحتي في نكا وانتي ما عارفة وانت كتقول لي شو ما عارفة انت يا واشنو لي انا ما عارفة اش شرح لي كنقول لهم انا كنبغي والولد باغى مهم نقطة الحرب ماما عطت على اخواتاتي جاء ورجالاتهم تكون شو تضن كيقول لي واش انت حبلتي واش ملقيت حتى شي واحد في الدنيا غير هذا كنقول لهم هاداك اللي بغيت وهاداك اللي بغيت نزوج به المهم بقيت انويةهم قولي عليهم واحد الشهر وزيادة كنحاول غير نقناعهم احتمي كنت اعرفة انا نصافي حمرت وغنت تزوج غنت زوج يعني واف شفت احتعيات وقالت لي اي شي مهم جا السيد ودوت مع اماما بصراحة وقالت لي انت اعرف ان بنتي الى تزوج شباق تخسر امك قال لها شوف يا خالتي انا بنتك كان بغيها وما عندي ما نديرها تشي لقسم علي الله قالت لي يا ودي انا ما عندي ما نقول لك الا انك تقولها الماماك قال لها واخه كلامك هو الكبير هزرها صمشة عند امه وقالها لها وتمها تنط الحرب العالمية حشب نقول لكم التالي تورا العاشرة ترنط الحرب امو عيطت على امي هزت راسه وشتعد نحيحة علينا وقال لي وانتو فارغتي على امي تغرف في زا في الآخر وانتوينما لا تبعد مني وحضر عني الراجل اللي اول جاء الخبار وانتو خلاق وانتو خلاق وبصدا عالي الساعة انتو عني ولمشاكل والرجل يقول لي احقى ان كنتي كنت تتواجريني كم معي احقى انتو بينكم وقاب وانتو يقول لي ارجع لي انا كن بغيك المهم استاع 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 السف لانا كنت معاك والذي كان بغير قال لي انها لم يهمني شي واحد كانت اخصى عالينا لقد قلت لك أن تكاتب عنويات ونفعل صداقة ونهزك ونديك معي وانا كان وعدك قدام الله لا أمرني لا أسمح فيك أو نقاديك لا أستطيع أن أكون في ذلك الوقت لا أبقى لدي أصلاً لا أخسر يعني إذا كنت مزوجة ومتلقى سيد كبالي يا ولد الناس لا أمرني لا يوجد شيئاً لقد قلت نتوكل على الله فعلاً كنت وكلت على الله قلت تكاتبت عنويات فاستخدموا الخبار قلت تكينا وطاحت ومخلص ما دارت وكتعة أخوتت وكتعيطه 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 تكتبه السحراء اللي قد تتقم منك هاديك هاديك وكيقول لهم أنه ليتبعتها ليصي هي ليتبعتني وفعلاً هو ليتبعني ليصي أنه ليكن كنت نسول فيه المهم هي هاديك طيحنا العقد درنا صداقات تزوش به بقنا عامين ما كان هضرو ما حتى شي واحد وهو كيف ما وعدني قل يلي بغاك بغيتو ولي ما بغاكش ما عندي ما ندير به مهم العامة اللولا قطعوا عليه خوته وقطعت إليه مو كل شي من بعد بدأوا كاعدوا عليه خوته كيقولين عالشيطان مو مرضات وتفق سات ومارداتش هادك والدختها مبقى شقع كيدوي معها قالت تفق سالينتي وولدك مهم مكان جعجبوا الحال وادك رادروا واحد الحي حد يلبس صحو كنطارب مع راجلي الداريب المهم دس ها ديك العامين كتلكم بدأت كترجاع العلاقة مع خوته في اللول شوية بشي بدأ كيقولين عالشيطان سلعاد ماما ماما كراها مري وطاعت صحتها سردي لها ولدك حانت انا كيف تزوش به مكاملش مهم في اللولا يعني كي تزوش كي حملت يعني في اللول حانت انا ما كونش واخده أصلا احتياطي يالي وكان كسحاب لي انني سعما ما غيرو لك كيف ماللول الحمدو الا الامور تسرت سردي لها الولد وماماك ماماك مهم جا عندي الراجل كليا شبالي قطلو شوفها سيدي انا ما عنديش المشكلها هو ولدك سير انا المهم هي ضعطاني التعقار صفية هادك هز الولد مشاعد ماماك بدأت كتباك عليه الله يا وليدي الله وانا كان بغيك وحرامي لك وجدت الولد وبدأت كتب وصفي وتعنيك فيه المهم غلا بغت جبد لي الموضوع ديالي ويقول لها امي صديق لي هادك الموضوع دوز ما عادك العشية في اللي رجع عندي صافي انا يا مدويت معا ما جبدت مع هالموضوع داز هادك الشي من بعد مدة كانت ايطاتي لي كانوا هم كاملين مجموعين قاتلو حقاجي وجي انت امرتك منتا ومرتك اللي امي انا ما غادش نجي اصلا راني خدام قطل الله يريد عليك اولدي وكل شي مجموع وبدأت كتبك علي تماما مهم السيد اه كان قال لها ما نقدرش وفعلا ما مشاش داز وحد المدة كان مش عندها هادك خيتي من ديك الساعة وهي كتدي الموت ساحل باش وصل لها ما عندهاش نمرتي اه داري ما امرها يعني خايفة انها هادشي حنت عارفاني انا ما سهلاش اه حلاقتها مع والدها في الحدود شحل ما المرة كتلمح لي ديك العيبة ديال زمان جي انا وياه انا راجيك اقول لامك هي لي ما امرني ما نشوف صافي بوتيت رجع ليها الله يكمل معا الله يكمل عليك معاها انا في قنط وهي في قنط وراجلي عارف لانك يعرف ممس يعني اه شغان اقول لكم دابا نرى سينين ديال زواجر ماشي عام ولا عامين رابا تقريبا راجي الوحد نشر عام فهت نشر عام ما امرني ما شفت عقوز سيني هائيا اولي ثلاثة ديال مرات ما امرها دخلت لضاري فاشلولية كي احقدها راسو شوية كي هزو بابه وكي اديه كيدوز مع هالاشية وكيرجعوا لي اخواتات واخوتو كل شي مقاطعاهم راجلي كي هضر معهم مرة 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 ذاك شيف الحدود انا صراحة وخفلو وكنت متخوفة بزاف بالحق اليوم ما ندماشو حمده سيدا ربيه شكرا حمده ربيه شكرا انني تزوج به واني نمازا اما ما قلتش لا ولا هادي لقيته راجل ديال بصح مهلفية مهلف ولداته مهلف داره ممنقص عناح تشي حاجة حمد تربية وشكرته وما انكدبش على كومنتنات ما عمرني ما اندمت على اي حاجة داس في حياتي وكنقول الحمد لله اي حاجة كديرها ربيه الا وفيها الخير وانا ربي يجاهد عليها هذه السيدة هي اللي جبدتني وهي اللي تتبعني حتى اطلقتني ما كانش كي سحب لها انها غطلقني بولد اختها وغنزوج لها بولدها الغزالة ديالي هنا سالة القصة ديالنا ما تنسوش تابعات تخليوا الاراء وتعليق ديالكم صاحبات القصة وما تنسوش منتعليق زمينة ديالكم مبقا ليا الا نقول لكم احبابي ما تخيش بيكم كاتم معكم شهر زاد اللي كات حماق وكاتموت عليكم اشتركوا في القناة